موسيقى تحول من البعد الثاني إلى البعد الثالث وعطى المطورين خيارات أكثر في بناء أفكار جديدة للعبة سلسلة Legend of Zelda Zelda هي أول لعبة بدت فكرة الشاشة المتنقلة وهذه تعطيك إحساس أنك تكتشف عالم اللعبة وتعتبر أول لعبة أيضا وضعت أساسيات ألعاب المغامرة وأيضا كانت أول لعبة تستخدم التخزين وفي عام ٩٩٩٩ نزلت لعبة Zelda Ocarina of Time وكانت هذه تعتبر أول لعبة في السلسلة تتحول إلى البعد الثالث وأيضا كانت أول لعبة في التاريخ الألعاب اخترعت نظام Z-Target ويفكرتها أنك تحدد على العدو وأنك تقاتله وهذا يحسم تحكم القتال في البعد الثالث ويعتبرونها أكثر النقاط أنها أعظم لعبة في التاريخ ماريو من من ما يعرف السباك ماريو أو عاشق الفطر الشخصية المشهورة في عالم الألعاب وكانت لعبة Super Mario Brothers تعتبر أول لعبة وضعت أساسيات الألعاب في المنصات وفي عام ١٩٩٦ أصدرت لعبة Super Mario 64 على جهاز الـ N64 وكانت أول لعبة تتحول إلى البعد الثالث وهذا خلاك تتحكم بحرية فيها وأيضا أضافوا حركات جديدة لماريو مثل قفزات الثلاثية وأضافوا نظام تجميع النجوم وهذا أعطى تنويع أكثر في المراحل كثيرا يعتقدون أن أول لعبة Metal Gear هي Metal Gear Solid على PlayStation 1 لكن كان في جزئين قبل هذا الجزء وكانت كلها ثنائية الأبعاد وفي عام ١٩٩٨ نزلت لعبة Metal Gear Solid وهي كانت المدخل لكثير للجيمرز لهذه السلسلة واتقنت أسلوب تجسس في البعد الثالث وضافوا الإخراج السينمائي المميز للسلسلة والمبدع كوجيما رفع الحاجز بين اللاعب واللعبة بأنه وضع لمسات مبتكرة مثل أنك تقدر تغير يد اللاعب من الأول إلى الثاني عشان تقدر تفوز على سايكو مانتس سلسلة Final Fantasy غنية عن التعريف لأنها تعتبر واحدة من أهم السلاسل اللي وضعت أساسيات أسلوب تبادل أدوار في الألعاب وفي عام ١٩٩٧٧ أطلقت لعبة Final Fantasy 7 ويتعتبر نقل الثورية للسلسلة إلى البعد الثالث وكانت سبب لدخول كثير من الجيمرز إلى صنف ألعاب الأر بي جي وكانت فيها إضافات كثيرة خلتها من أفضل ألعاب الأر بي جي في التاريخ قلوا لنا إيش رأيكم في الألعاب ولا توفقون الرأي ولا لا وإيش الألعاب في تعرفونها حنما ذكرناها كان معك فاد الشيحة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر